أستاذ خالد أنتم في الإتلاف كيف تنظرون لتصريحات أو موقف كاميرون هذا بيجعل المعارضة السورية أقوى على أرض الميدان يعني هذا مطلب واضح للإتلاف الوطني السوري مطلب كان سابقا حتى للمجلس الوطني السوري على مدى الأشهر الكثيرة الماضية عندما زار وزير الخارجية الأمريكي جون كير عندما زار لافراف زار موسكو والتقوا هناك وأصبح هناك حديث عن مؤتمر وعن جنيف رقم 2 حاول الأمريكان الذين يتواصلوا معنا وقلنا لهم بشكل واضح وصريح أن تجلس المعارضة السورية مع نظام الأسدي القاتل الذي يواصل حتى الآن ذبح أبناء الشعب السوري هذا أمر غير مقبول وإذا حتى فرضا وجدلا كنا نريد أن نفكر في هذا الموضوع فلا بد من تغيير موازين القوى على الأرض ما رأيناه من جميع الأطراف الدولية التي تحدثنا معهم بشأن ذلك أنهم لديهم استعداد أن يقوم بتغيير موازين القوى السؤال الحقيقي أن يحدثون بأن لديهم استعداد هذا أمر جيد ولكن نريد أن نرى خطوات عملية وفعالة في دعم الجيش السوري الحر قبل أن نبدأ بالحديث عن مفاوضاتهم إلى ذلك لا بد من تغيير موازين القوى على الأرض أولا حتى نستطيع أن نتحدث عن خطوات تالية نعم بريطانيا أكثر من مرة قمت بمحاولة لرفع حذر التسليح على المعارضة السورية الآن تريد قبل زيارتها إلى واشنطن بجعل المعارضة أقوى على الميدان لكن إلى أي مدى يمكن التعويل على الموقف البريطاني ربما لتحقيق الاختلاف سواء في الموقف الأمريكي أو حتى الروسي لأن كان هناك زيارة سابقة له إلى روسيا يعني أنا مدرك تماما أن البريطانيين يحاولون أن يبدلوا أقصى جهدهم في ذلك كنا في زيارة إلى لندن قبل ثلاث أسابيع كان هناك حديث ونقاش مطول حول رفع حضر السلاح الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي ضد المعارضة السورية ضد جميع الأطراف يعني ضد المعارضة السورية وضد نظام بشار الأسد وقلنا لهم بشكل صريح أيضا النظام الأسدي وإلى الآن وكما أشرت في نشرتكم قبل دقيقتين أو ثلاثة ما يزال إلى الآن يستلم دفعات من السلاح من روسيا ومن إيران فحضر السلاح الأوروبي هو في الحقيقة وحضر السلاح على المعارضة السورية على أفراد الجيش الحر ففي أسوأ الاحتمالات ارفعوا حضر السلاح عن جميع لأننا نؤمن أن الدول الأوروبية لن توفر ولن تدعم النظام الأسدي بالسلاح وهذا يتيح لنا على الأقل كحكومة سوريا مؤقتة كأتلاف وطني سوري أن نحصل على السلاح اللازم للجيش الحر هناك معارضة شديدة في الاتحاد الأوروبي لمسألة رفع حضر السلاح نحن نقوم بالعملية السياسية وإن كانت بطيئة بعض الشيء وأظن الدور البريطاني دور مهم في إقناع الأمريكان في تغيير نظرتهم لما يمر به الشعب السوري وإيجاد خطوات فعالية وواقعية على أرض الواقع لتزويد الجيش الحر هناك من يقول بأن هذه زيارة كاميرون إلى الولايات المتحدة تندرج في إطار دعم بريطاني للمبادرة الروسية الأمريكية بشأن المؤتمر الذي لم يحصل الاتلاف موقفه منها يعني لماذا هذا التأخير من جانب الاتلاف؟ لا نحن لم نطلق موقفا نحو هذا المؤتمر لأنه ليس لدينا أي تفاصيل يعني كل ما سمعنا عن هذا المؤتمر هو ما أتانا عن طريق الإعلام عن طريق المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير خارجية الأمريكي مع لافراوف لكن لا نستطيع أن نبني موقف سياسي واضح بناء على ما تتناقله وسائل الإعلام يعني ربما حتى المعلومات التي تصلنا ونحن متأكدون من ذلك هي معلومات غير دقيقة نحن بحاجة إلى أن نعرف مكان الاجتماع جدول الاجتماع من سيحضر الاجتماع ما هي أجندة الاجتماع قبل أن نستطيع أن نصدر موقفا سياسيا واضحا ونحن قلنا لدينا مبادئ واضح نحن نرحب بالجهود الدولية لإيجاد حل سياسي ولكن هناك شرطان رئيسيان الشرط الأول أن أي حل سياسي لا بد أن يحقق آمال وتطلعات الشعب السوري في بناء الدولة السورية الحديثة ثانيا أن نظام الأسد أن بشار الأسد وأركان النظام الذين تلطقت أيديهم بالدماء لن يكونوا جزءا من المستقبل السوري في ضمن هذا الإطار نحن نرحب أي جهود سياسي لحل الكارثة التي أوقع بشار الأسد جهود سياسية لكن جورج صبرة قبل قليل في مؤتمر صحفي يدعو إلى ضرب باليد على هذا النظام الذي يهدد استقرار المنطقة حسب كلام سبرة بينما معاد الخطيب يشن هجوم على الإطلاف ويدعو لمحاورة النظام يعني هذا يعني أو يعكس خلافات داخل الإطلاف بشأن الموقف من المؤتمر وغيرها من النقاط؟ لا أظن ذلك الأستاذ أحمد معاد الخطيب قاد يعني كان ضمن الهيئة السياسية وضمن مشاورات الهيئة السياسية للإطلاق خلال اليومين الماضيين والبيان الختامي الذي صدر من الهيئة السياسية أوضح موقف إيجابي بشكل عام من هذه المبادرة ولكن أيضا كما ذكرت يعني ينتظر مزيدا من التفاصيل قبل أن يستطيع أن يعطي حكما نهائيا عليها موقف الأستاذ جورج صبرة رئيس الإطلاف بالنيابة أيضا موقف أظن الجميع السوريين يتفقون عليه هذا النظام يرتكب المجازر بشكل يومي ومستمر مرحلة عدم محاولة النظام لزراء عدم الاستقرار يعني الآن وصلت إلى تركيا في تفجير الريحانية وأصابع الاتهام تشير إلى نظام الأسد فنحن أيضا مؤمنون بأن أي حل سياسي نرحب به ولكن لا يمكن أن ندع بشار الأسد يتصبح كما يشاء ويرتكب جرائم كما يشاء داخل سوريا وخارجها من اسطنبول مدير المكتب الإعلامي للإطلاف الوطني السوري خالد الصالح شكرا جزيلا لك